اشتركوا في القناة مع صاحبك ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا على طول عندي هنا تات كوبات من الدي متعدل اغراض اي دي ممكن تستخدميه في البيت زي ما فيش مشكلة خالص تات كوبات من المج اللي قدامك ده تمام? عندينا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكمان عندي معلقة كبيرة من السكر وعندي كمان آآ نص معلقة من الملح هكتب لي كل المقادير دي في صندوق الوصف وطبعا ده اساسي معي في العجينة بتاعتي آآ نص معلقة من الزعتر المطحون او الزعتر الناشف بتجيب من عند العطار عندي هنا معلقتين كبار من الخل وكمان معلقة كبيرة من الزيت وطبعا يفضل لو كمان لو كان زيت آآ زتون تمام كده هنقلب كويس جدا الحاجات دي مع بعضها وعن طبعا مية ده فيها للعجن مش هقدر اقولك قد ايه مية حسب ما تاخد معاجي طبعا كل دي بيختلف من من نوع التاني يعني هفضل احط واعجل لغاية ما وصل لقاوم معين كده للعجينة هورغولت دلوقتي تمام عجين بقيه بقى دلوقتي خلاصة لامها انا عملت تلات كوبات من الدقيق عشان اعمل آآ اتنين بيتزا تمام عشان بستبيع عارفة آآ لو عايز تعمل اتنين بالحجم اللي انا هعملهم دلوقتي حجم كبير هتعملي كم كوباية يبقى تات كوبايات اعملت اتنين كوبار آآ من البيتزا بصي دلقام اللي انا عايز اوصل ل العجينة عجينة بتلزق كده خفيف بس بتسيب ايدي في نفس الوقت هسبا بقى تخمر على جنب كده ساعة ساعتين نغتمر جعلتين عندي بقى هنا البصرمة اللي انا هحشي بيها ممكن تحشي باي حشو براحتك عندي طماطم عندي فلفل زتون آآ جبنا توركي مبشورة جبنا موزاريلا ونعمل مع بعض صلصة البيتزا السهلة جدا السريعة عندي معلقتين كوبار من معجون الصلصة تمام وعندي كمان معلقة كبيرة من الكاتشب حار او كاتشب بارد براحتك انا بحب قوي اعمل طريقة الصلصة دي سهلة جدا وطعمها حلوة قوي وعندي كده كمان معلقتين من الزيت او معلقة كبيرة من الزيت واحدة وكمان ربما معلقة كده آآ كبيرة من الزعتر الزعتر معي اساسي في العجينة وكمان في الصلصة وكمان كده عندي رشة من الملح وكمان ربما معلقة من التوم البودر هقل بالكلام ده كله مع بعضه تمام اهو بقت كلها خلاص خلط واحد كده جهزنا الصلصة وكمان الحشوة وكمان عندي العجينة بتاعتي اختمرت زي ما انت شايفها ما شاء الله حجمها الضعف تماما آآ هخرج بس الهوى منها وقطعها على قطعتين عشان هعمل سنتين زي ما قلتلك هجيب السنينة اللي هشتغل فيها وادهينها زيت طبعا عايز اقولك الفرن بتاعتي سخنة على درجة حرمتين لازم تبقى سخنة كويس جدا جدا قبل ما دخل فيها البزا لمدة عشر دقايق هفرد دلوقتي العجينة بتاعتي ممكن تفرديها على اللي رخامة عندي كبرشة بسيطة من دقيق انا بحب افردها على طول في الصينية طبعا بتلزق في ايدي زي ما قطيك عشان هي طرية وانا عاملها بالصوم كده وبالتروى دي هشتبقى معايا طرية بعد السوا هفردها كويس جدا زي ما انت شايفة كده وهحاول بقى ارفع لها كده صور عالجنب اهو علشان لما حط الصلصة بتاعتي وعلشان كمان الحشوة بتاعتي ما تخرجش بتبقى سابتة في النص ويبقى شكلها برضو حلو زي المطاعم برا اهو برفع لها الصور زي ما انت شايفة كده اهو تمام كده اهو خلاص تكات بسيطة تيديك الشكل اه المطاعم برا ونجاح برضو البنزة بتاكليها برا هجيب دلوقتي شوكة وفرق اه البنزة بتاعتي وخرج منها الهوى كله علشان ما تقبش معايا الفرن تبقى شبهة الرغيف هاخد بقى الصلصة اللي احنا عملناها السريعة دي وهغطي البنزة بتاعتي كلها هشباحها بالصلصة هنزي بقى بالخضار بتاعنا عندي طماطم متقطعة ومكعبات طبعا من غير البزر بتاعها مش عايز تبقى فيها مية وكمان يا سلام اللي اختارتي اه يعني طماطم تبقى جامدة شوية مسكة نفسها تمام قطعي بقى مكعبات قطعيها بالطول زي الفلفل عايز حطي فلفل اصفر نوعي في الالوان براحتك تمام ودي الفلفل ودي كمان الزيتون عايز اقول لك من حشوة البسترمة بيليق قوي الزيتون والجبنة التركي مع البسترمة بيقطم حلو جدا مع بعض بيليق قوي مع بعض تمام ودي كمان البسترمة بتاعتي بقطعها قطع كده وبحطها على وش البنزة بتاعتنا ما بحبش حطها زي ما هي البسترمة بحب قطعها علشان ما يجي قطعها في الآخر تبقى شكلها حلو كده وتطلع معايا ما تبهدلش الشكل والحشوة يعني قطعها صغير زي ما انت شايفة كده طبعا زي ما انت شايفة كده هدخلها للفرن دلوقتي من غير جبن اه لمدة ربع ساعة في الفرن اه انا حط الصاجة بتاعتي اه او الشبكة بتاعتها فوق الصاجة على طول تمام هتقعد في الفرن ربع ساعة اللي غات ما تستوي معايا من تحت وحس ان هي الحشوة بتاعتي دبلت كده واستويت معايا من غير جبن هدخلها انا دهنت الطرف اللي انا رفعته الصور ده بزيت عشان يحمر معايا وبقاش لونه ابيض دي بقى البتزيت التانية فرتها برضو زي ما انت شايفة زي ما شفت في الاول هحشي اطرافها جبنة دي جبنة تركي على جبنة موزاريلا طبعا زي ما انت عارفك جبنة موزاريلا ملهاش طعم بتديني بس مطة فبحط عليها جبنة تركي عشان تبقى ليها طعم هاتني زي ما انت شايفة كده انا حطيت جبنة على الطرف وتانيت الجزء تاع البتزيت كده عليها هبطتها زي ما انت شايفة فردها تاني كويس قوي عشان بس اتأكدها ما تفتحش معانا ما تدخل للفرن الطرف اللي انا تانيته طبعا ده بطلته جامد هجيب سكينة كده بضهرها وهعمل شكل كده حلو في الجزء اللي انا حطيت فيه اللي انا حشيته جبنة وبرضو بالشوكة وهخرمها علشان تطلع كل الهوة ما تقبش معايا في الفرن ممكن بتعميش خطوة الحشو الاطراف ده ما فيش مشكلة خالص انا بس احبت ديكي افكار يعني وهي دي كمان الصلصة بتاعتنا تمام البتز بتقعد في الفرن ربع ساعة مش اكتر من كده علشان ما تنشفش منك تبا العجنة نشفة ادي الفلفل بتاعنا اهو وادي الطماطم قد طريق اللي اللي براحتك في الحشو دي يعني رجعلك وادي كمان البسترمة تمام ممكن تعمل حشوة فراخ حشوة سجوء اللي انت عايزة براحتك برضو بس بجد يعني احلى حاجة في البيتزا فحشو البيتزا انا يعني احلى تعمل بحبه في البيتزا هي البسترمة ودي كمان الزتون هدي برضو كده الاطراف اللي انا حشيتها جبنة هدينا بالزيت عشان تبقى لنا احمر متبقاش انه ابيض زي موتيك ادخها دلوقتي على نار سخنة قوي لمدة ربع ساعة واخرجها حطي لها الجبن دي اللي احطيتها في الاول اعادت في الفرن هربع ساعة زي ما انت شايفها طبعا يستويد خلاص بصي طبعا دلوقتي هقطحها كده على تمانية طب ليه انا هقطحها دلوقتي قبل ما احطي لها الجبنة عشان بعد ما احطي الجبنة ما اقطعش تاني بعد كده طلحها بقى كده واقدمها لك وهتشوف شكل المطط الجبنة هتبقى عاملة ازاي انما لو قطعتها بعد ما احطي الجبنة الجبنة هتتقطع مش هتديك يمطط انما دلوقتي اللي بقى ما ترش عليها الجبنة وتيجي بعد كده تقدميها وتسحبي كده مسلس منها هتشوف المطط الجبنة بتاعتك شكلها خطير دلوقتي بقى كده رشة حلوة من الجبنة التركية المبشورة او الجبنة الرومي مبشورة وعليها كمان رشة جميلة كده برضو من الجبنة موزارلة خليكي كريمة شوية وانت بتحط الجبنة عشان تديكي مطة وشكل حلو زيتها بره دلوقتي هدخلها الشواية بس يعني مش هقولك قد ايه دوب بس الجبنة تسيح وتاخد لون دهبي فاتح خالص ما تخلاش تاخد لون بني وادت كمان البنزات التانية اللي انا حاشتها اللي كنت حاشي اطرافها اهي زي ما قلتك تحت الشواية والترق بيها علشان بتاخد لون بسرعة جدا انا دوب عايزة بس الجبنة بتاعت تسيح وتاخد لون بسيط تبقى منقطة كده بص زي بالمنظر ده بالزبط شايفة منقطة مش عايزة تبقى لونها بني لانا لو الجبنة اخدت لون بني بتنشف ومتمتش معاك دي بنزل اللي حطيتها في الاول شكلها تحفة جدا جميلة جدا اهو ما شاء الله نفتحها كمان مع بعض دي اللي نكنت حطش اطرافها جبنة شايفة شكلها عامل ازاي دي ما قطعتهاش قبل ما احطت لها الجبنة هشة جدا وخفيفة وسمك العجينة ما يبقاش عالي يا جماعة وانت بتفرج العجينة في الاول في الصينية علشان طبعا لسه بيدخل الفرن وبتخمر فبتزيد معاكي اه يعني ارتفحها كده معتدل بص شكلها عامل ازاي ما شاء الله يعني زي تكلها بره بالزبط وانضف كمان عايزة بس وريك المطة تجيبنة عاملة ازاي ما تحطيش الجبنة في الاول معاها حطي الجبنة بعد ما تستوي معاك البتزا عشان تديك المطة وتبقى المية اللي في الجبنة او اللبن ما ينشفش بقى بص شفاج مطة عاملة ازاي ما شاء الله جميلة جدا اي نوع جبنة تستخدميه في البتزا هتديك المطة دي لو عملتيه بالطريقة اللي انترك عليها انما هتجيبي جبنة غالية ومش عارف ايه وتحطيها كلها في الاول وتدخليها مع الحشو مش هتديك المطة دي بص كمال اطراف اللي انا كنت حشيها جبنة بص عاملة ازاي بتمت معايا ازاي طحفة جدا جدا طعمها حلو قوي مش بس يعني حشو لأ طعمها حلو قوي عشان نحطين فيها جبنة تركي شايفو طعمها جميل جدا وهشة وخفيفة العجانة بتاعتي خفيفة ما شاء الله مش مكتومة كمان هقدم معاكاتشب كده على الوش وما ينسبع براحتك تمام نقطع بقى البتزاة التانية طبعا زي ما قطيكا مش هقطعها تاني بالسكينة عشان نقطع بتاع في الاول عشان نوريك المطة بتاعت الجبنة بصي اهو بقطع التقطيع اللي انا كنت مقطعها بصي شايف المطة تجبنة عاملة ازاي اهي ما شاء الله بتمط معايا اهي بصي بتجيب اخر الشارع اهو يعني بص المطة فضيعة انا مش عاها في روح فين تاني يعني بجد بص المطة تجيب اخر الشارع بجد جميلة جدا جدا جربيها ان شاء الله تعجبك اهي شكلها تحفة جدا ما شاء الله يعني رب تعجبك الفيديو النهاردة بتجربيها بس اعجابكم في كومنتات بس اش لاك الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته